لدينا أيضا في الإكسل ما يسمى بسبارك لاينز وهي رسوم توضيحية توضع داخل الخلايا ويعبر كل سبارك لاين عملت تغير في خلايا صف أو عمود واحد فقط مثلا لدينا هذه الأرقام التي تعبر عن الأسعار في فئات معينة في البلدان العربية لو أردنا نرسم سبارك لاينز لكل بلد نضع المؤشر على الخلية جانب القيم مثلا نحدد على الخلية F3 ثم من insert لدينا مجموعة سبارك لاينز سنختار النوع كولوم تظهر نافذة من data range نحدد على البيانات المراد إضاحة ويجب علينا التحديد فقط على القيم بدون العنوان عكس المخطط البياني الذي يحتاج التحديد على العناوين أما هنا بالسبارك لاينز فنحدد فقط على القيم المراد إضاحة بدون العنوان نضغط على زر تحديد الخلايا في data range ثم نحدد على البيانات المقابلة للخلية F3 والخاصة بمصر ثم نضغط على زر مرة أخرى الخيار الثاني وهو مكان وضع سبارك لاينز سنتركه في الخلية F3 ولو أردنا غير خلية نستطيع منزل تحديد الخلايا هنا أن نحدد على خلية أخرى نضغط على OK ويتم رسم سبارك لاينز الخاص بقيم مصر بالنزول بمقبض التعبئة للأسفل سيتم رسمه لكل القيم المقابلة له وكما نشاهد من سبارك لاينز نجد أن قيمة الجيد جدا في مصر هي الأعلى وكذلك الأمر في سوريا أما السعودية فالممتاز هي الأعلى والمجموع نجد أن الجيد هو الأقل والجيد جدا هو المتوسط والأعلى هو قيمة الممتاز وهذا هو هدف لسبارك لاينز يظهر تغير القيم في صف واحد أو عمود واحد أما حجم هذه المخططات فهو مرهون بحجم الخلايا داخله أي لو كبرت أي صف سيكبر معه لسبارك لاينز ويصبح أكثر وضوحا ونفس الأمر لو قمنا بتكبير العمود سيتغير حجم لسبارك لاينز بالنقر على خلايا لسبارك لاينز تظهر قائمة جديدة خاصة به وهي قائمة الديزاين منها نستطيع تغيير المظهر له من هنا نختار أي نمط مثلا اللون الأسود أو نستطيع تلوينه من سبارك لاين كالر لأي لون من شو نقوم بتفعيل هاي بوينت حتى يتم تمييز أعلى قيمة في كل سبارك لاين وكذلك اللو بوينت لتمييز أقل قيمة وفيرست بوينت تمييز أول قيمة ولاست بوينت آخر قيمة أما نيجاتيف بوينت فهي تمييز القيمة السالبة لو كان هناك قيمة سالبة في البيانات نذهب للبيانات الثانية ونرسم لها سبارك لاين آخر نحدد على أي خلية أسفل البيانات سأحدد على الخلية جي تسعة ثم من انسيرت سبارك لاينز ونختار الأعمدة ثم من داتا رينج نحدد على العمود ومن لوكيشن رينج أتأكد أن الخلية نفسها الموضوع جي تسعة ليتم وضع السبارك لاين بها بضغط على أوكي ثم بالسحب من مقبض التعبئة يتم رسم السبارك لاينز سأكبر من حجم الصف التاسع ليتم تكبير المخططات ومن قائمة ديزاين أفعل الهاي بوينت ولو بوينت لتمييز القيم العليا والقيم الدنيا ثم أغير لون القيمة العليا هاي بوينت من ماركر كيلر ثم من هاي بوينت أختار اللون الأخضر ومن نفس المكان ماركر كيلر من لو بوينت أختار اللون الأحمر للقيم الأقل سأرسم سبارك لاينز آخر لنفس البيانات على يمين الجدول أضع المؤشر على الخلية R5 ثم من Insert أختار النوع Line من مجموعة Sparklines أحدد من Data Range على البيانات ولا ننسى بدون التحديد على العنوان ومن Location Data أتأكد أن الخلية R5 هو موقع رسم Sparkline ثم OK أسحب المخطط للأسفل وسيتم رسم Sparkline خطي لكل صف من هذه البيانات أكبر العمود R قليلا وأذهب لقائمة Design ومن Sparkline Color سأختار اللون الأحمر لجعل الخطوط حمراء نرسم آخر Sparkline للبيانات الأخيرة وباعتبار أنها تحتوي على قيم سالبة وموجبة فلدينا النوع Win Lows من نجموعة Sparklines وهو لأظهر فقط القيم السالبة والموجبة في المخطط من Data Range نحدد على القيم في الصف الواحد ومن Location Range نحدد على الخلية AA5 لرسم Sparkline فيها نضغط على OK ثم بنزل بمقبض التعبئة يتم رسم جميع Sparklines في الخلايا نصغر قليلاً الصف 9 ومن هذا النوع من Sparklines نجد أن القيم الحمراء تدل على القيم السالبة والزرقاء تدل على القيم الموجبة والفارغة تدل على القيمة 0 ومتى ما غيرنا أي قيمة مثل القيمة في اليوم الثاني ناقص 26% سنغيرها لـ 35% وستتحدث فوراً في المخطط أخيراً لحذف المخططات هذه نحدد عليها ثم من قائمة ديزاين الخاصة لـ Sparklines نجد الأمر Clear بالضغط عليه سيتم حذف مخططات لـ Sparklines